أكدت مؤسسة حياة كريمة أنها تقدم خدمات لأكثر من أربعة ملايين مواطن وأشارت إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى 45 ألف شخص يعملون على مدار الساعة لخدمة الكرة الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء الجمهورية نتابع من بداية ظهورها في 2019 وحياة كريمة بتضرب أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهلنا في كل شبر في أرض مصر وصلنا عدد متطوعين لأكثر من 45 ألف شخص بيشتغلوا على مدار الساعة لخدمة الكرة الأكثر احتياجاً من خلال 27 مقر في مختلف أنحاء الجمهورية ومنافس بالعشرات موجودة في الجامعات والنواد الرياضية وفي 2024 بنستكمل مسيرة العطاء بعد ما قدرنا نقدم خدمات لأكثر من أربعة مليون مواطن وفي آخر ثلاث شهور بس اشتغلنا بشكل خاص في مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال أربع محاور وهم الدعم الغذائي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وقطاع الدعم الصحي في الدعم الغذائي أطلقنا مشروع سكوك الأضاحي للسنة التالية على التوالي ودعمنا أكثر من 2 مليون مواطن بطرود غذائية وأطلقنا مبادرة سبيل لإعداد الوجبات السخنة في مطابق حياة كريمة وفي قطاع التمكين الاجتماعي أطلقنا حملة استهلاك أقل تأثير كبير لترشيد الطاقة ودعم البيئة وكذلك أطلقنا حملة تقدر في عشر قيام لخدمة طلاب الثانوية العامة والتخفيف من أعباء الدروس الخصوصية على عائلتهم بالإضافة لعدد من المبادرات الاجتماعية من بينها التعليم حياة وإنت الحياة ونحن ندعم وكون صديقا وفي قطاع التمكين الاقتصادي أطلقنا في حياة كريمة المرحلة التانية من مشروع سكر البيوت وقدمنا مساعدات تشهيد وإعادة تأهيل المنازل بالإضافة لدعم الحالات الإنسانية وفي القطاع الصحي أطلقنا 56 قفلة طبية و28 قفلة بيطرية وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الطبية المصرية والعالمية ولأننا مؤسسة مصرية هدفها بالأساس تقديم الخدمة لكل محتاج من سناش واجبنا الوطني تجاه أشقائنا في غزة وفي خلال شهور قدرنا نساعد بشكل جعل من حياة كريمة في صدارة مؤسسة المجتمع المدني اللي قدمت أكبر دعم إغاثة الأشقائنا النازحين في قطاع غزة